اخوة من المسلسلة تاعة كذين شوي اخر عادك بيها جمعة من زمان اخرى يبدى العرض هذية ستنى وهي نسو كل ميتو تسويت مريو ما عادها متقول لكم في ربريكا شنوها صار البرح في تلفزنا التونسيح ربريكا عمل تصريح صادم للناس الكل اللي تعدى مع ديمة لاباس مع نوفا اللورتاني قال احنا مش نكونوا بالمرصاد للمافيت اللي تحب تكسر الدراما التونسية واحنا السنة مش ناخدوا حقنا عن جدارة ربي معاكم احنا نستنى وفي شورب فما حاجة حابة تقولها قد يكون تكتيك مريو ما سمعوا بالمعلومة اخر لحظة انه ولاد مفيدة في حديش حلقة من عادي شورب كان بعد لحش الرمضة تكتيك يوفى ولاد مفيدة مننا القروح هنا عندي لسباز خطر التخبة المادية خطر الاعلامية تقريبا ما سارتش برشا مرات زوز مسلسلات فرد وقت قد تكون تخمة اعلامية تظلم مسلسل ودي ما عنا قاعدة القاعدة في تونس يقول لك إذا كان عديت لي مسلسل فاش طرف ثاني مروم ذارة واش تظلم يقول لك نعمل ديكالاج ديس جور القروحي عليز تكتيك تجمو تندبوني جماعة التاس عارب في تكتيك وبعده مش نكمل مع اولاد مفيدة مش نزيدك معلومة اخرى اولاد مفيدة براتيك ما نقعد فيه كما قلنا الممثلين الاساسيين الابطال لكن فما حاجب حتى الديار وحتى الديكار بريسك هو بيدو ما تبدل فيه حتى شيء الكونسيبت هو بيدو الضرب والحاجات اللي احنا نرمال مومن راوهم في رمضان وكلوا موجودين في المسلسل هذا لكن فما حاجبك تبدلت يا بولبيبا طلعه شنية؟ ممثل؟ لا التتواجي الموجود في يد الممثلين يبقى عليك ربي نيح مش نقول لك في التتواجي الديس احبت فيه ممثل في ديكار في مخرج كل شيء يتعود هو بيدو قطلك انا فما حد شيء جديد هو بيدو نحكيو عالقضية 460 اللي كانت البوندانانس متاعو بريمو حاجة عالمية الديكار نسكل اجمعت وتوافقتو خذيت نفس الرأي انو الديكار والاخراج والسيناريو والكوستيوم والموزيكا والافكار والبلاسة اللي تصور فيها كل شيء متناسق مع المسلسل وماشي كله مع بعضه فما حاجة برك شفتها في الكمانتير متاع العبيد قالوا انو هذي نسخة عربية من المسلسل الشهير بيكي باندرز دونك الناس كل استاءت نوعا ما كون احنا مش نعربوا نسخة ديجات وجدد اقبال مايقلقنيش خليها نسخة موجودة قبل اما عطيني التونسة صحيحة خطر قدش من عمل يتعدى والتونسة تكون غالطة يخويا خليهم عمل موجودة تكون توسة صحيحة وحاجة واو نتفرجوا فيها خير من اللي تعملي برنامج من بدايته للاخر وما يجلبنيش في من لوله للاخر انتوكا ناس كل قالت راهو كوتكور بالنسبة لأول حلقة دونك الناس كل تستنى في شنوها جاي قسمته خيان اللي للأسف خيب ايميل الناس اللي تنتغر في باسام الحمراوي سيمين فهري نام جانبا قالوا نام باسا نام باسا اي وكريم الغربي اللي يستنى وتعودوا بيهم في الضمار في رمضان عام نيولو شيخة وضحك وكل شي سناب صراحة سيناريو ياسر ما هوش مخدوم ما فاميش برشا ضحك وفاميش برشا ضمار وفاميش برشا ضمار وفاميش شوية تكرار في الشخصيات انا اللي حطا سيرتو في باسام الحمراوي براتيك ما وما خرش على الدور متاعه اتفاضل بولبيبا التعلق باي بربيخان وقول لكم سيدا قدلها نرفع الصباح يرا نحب نتدخل معك باي شوف ما ينكر حتى حد انه حاسينا فامي فارغ في السيناريو حاسينا انه فامي ديبلوم فاميش ضحكة تعدين السنين نراه المشاهد براتيك ما في نحكي على كريم الغرب ونحكي على باسام بسنا في ضحكة مجواجة خطر النساء دوم يضحكوا فينا على تيلة عام كام البرح غاب هذي سؤال ما تروح شون لي غايب نوعا علمي شون خالة فارغ في السيناريو علش ما فاميش الضحك علش فاميش فاميدي بلان فيد تعديو تحسوا بك لي افكتف ما لكن حاجة هنقول هي لك قد تكون البداية هذي معتها اول حلقة قد تترقع في الحلقات لخرى ان شاء الله ننتظر المزيد منكم ان شاء الله بار كونتر الهربة اللي ضحك الناس الكل اللي يتبث على قناة التاسعة براتيك ما نسو كل شيخة على جعفور شيخة على صدق حلويس شيخة على الضحكة والذمار اللي يتبث في السيدكوم هذي بي نحكيو على المايسترو اللي تعادى على الوطنية اثنين المايسترو نسو كل ثامنة العمل هذة نسو كل تستنى في المزيد من العمل هذة دونك فاما تويك شوية نفس ما بين القضية 460 والمايسترو به درجة دي اللي شوفنا فيها فيصل لحذيري اللي تبث فيه كاختاج بلوس دونك الحلقة اللولى ما شوفتوش باشا تعليقات نسو كل تقول برافو يعطي الصحة ما وفيصل القابليستو انفان بعد خروجه القليم من الحوار التونسي هو اعادة خطر تعدى قبل في قناة جزائرية دي ما العادة ما تعطيش الصحيح ان بلوس ما تتفرجوا فيه قبله فما نتفرج فيه في اليوتيوب فما نتصورش وما احتراميتي للهجة الجزائرية لكن براتيك ما تواز يقول لك خنتفرجنا على اللي شري توينسا بعد نتعدى للدرامة المصرية والجزائرية والليبيا وغيرها نمشيو للبرنامج حكاية رمضان اللي عوض برنامج امين القارة البالي ماسك دونك امين القارة شوفنا في لوك جديد يا بولبي باشقا نعرف قارة ولا قارة قارة باي سامحوني اي انا اقول قارة امين قارة نمباسا عزيزا نمباسا على كيفو مصيرش دونك الشيخ بن حمودة اللي فاجأنا في ربريك متاعه هو حكاية الشيخ شخنا احنا على الشيخ مش يعطينا نصائح مش يعطينا برجح كحاجات مزيانة لكن للأسف الشديد خيب اميل زاد كيفو المتفرجين والمتفرجات وعقب على كلمه اللي قال في رمضان صح على تليم ذا انهم يفطروا تليمية البكالوريا بالأساس انهم يفطروا في رمضان وقال هذو معادات دجا ولا خليني نقول افتائت متاع شيوخ موجودين في مصر قال علش لا احنا ما نكونوش كيفوهم وما ناخدوش من عندهم الشي هذا الجملة الشهيرة اللي قال انا ما نفتيش ولكن اختيتها من مصر مش ناخدو الفتاوى المصرية رفهم فتاوى مصرية استحيق اني نقولها في اللونتين فهذاك علش ما نجموش ناخدو من دار الافتاءة المصرية كل الفتاوى اللي يفتو بها نحب نختم ونكمل مع عايشة اللي تعادى على الحوار التونسي اللي كيما قلت لكم راهو ما هو الا اعادة للأبيزود اللي تبثت دجا في قناوات اخرى ناسي كل استاقت ما زالت مستاقة على اللهجة المصرية اللي 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 كانت براتيك ما بعيدة عليها ايه نك تحكي بلهجتك شوف منشط انو يحكي بلهجتك كيما ان هو رابد اتعدى محلية هاليميشون ايه 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 في عهد دجا تعدى خلينا نسمعه شوي اكستري منو نرجو لبلادنا العزيزة تونس ان تعيش الامنة والامانة والسلام في ظل قيادة سيادة الرئيس زين العبدية بن علي ايه 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 اه احنا دجا ساي حكينا شوي عليه مع انت قلنا انو الادارة القناة الوطنية دجا قدمت اعتذار وقالت اه نتأسفو على اللي صار وراهو غلطة وراه تشبه من هو العشيف هكيكا غير من ثبته فيه اما هل هل اه معتها مسموح بقناة وطنية انها تغلط الغلطة هذي وتعادي دجا اكستريم سجل وفيه تثمين وتمجيد للرئيس المخلوع زيل عبدالله العليم. احنا جينا في عهد الحرية. احنا نحب وقال لك انه القنوات الوطنية وغيرها من الامور ما كانوا نجموا يتعدى وبرنامج الا ما يشكروا. نعرف. ويقولوا واي ابدى بالسينو ما يتعديشوا. ونقول لك حاجة في عهد الكاسيت كانت الكاسيت تثبت القصر الرئيسي يثبتوها. اه قديش عطينا وقت لسيادة رئيسة الجمهورية وغيرها من الامور ديه. انا اللي مبارش على التلفزي الوطنية. تلفزي الوطنية اللي هي مدرسة حبينا ولكرة. تلفزي الوطنية اللي اليوم بكل هياكلها مده جمش ثبت. اه مقطع كما انها كيكا بشتحدة فلا. حابا نقول حاجة زيدا ايمون زيدا قاسينا برشاك ليم احتراما للسيدة المسابعين. شكرا لك ماريوما. يا عيش اكتب صحة. شكرا لك انت